سلام عليكم معاكم أدهى من GameTech اليوم بوريكم بعض المميزات الممكن تستفيد منها من آخر تحديث نزل لتطبيق البلايستيشن على الجوالات أول شيء ستقدر تحذف ألعابك من التطبيق سواء على البلايستيشن 5 نفسه أو على الهاردسك المشبوك فيه عن طريق أنك تدخل الإعدادات وتلاقي هذا البارم ملون وتضغط عليه تلاقيه مقسم زي كذا الكونسول اللي هي الألعاب على الجهاز نفسه أو الـ USB اللي هو الهاردسك الخارجي وهي أن تكون بر البيت واشتريت لعبة من التطبيق أو تبي تنزل ألعاب البلايست الجديدة لكن ما في مساحة تروح تمسح لعبة من التطبيق وتنزل اللعبة الثانية ولما ترجع البيت تلاقيها جاهزة وطبعا لازم يكون جهازك في وضعية السكون وما يكون مطفي على الآخر عشان تسوي هذه الحركة ثاني خاصية حلوة ستقدر تسويها أنك تقدر تسوي شير الحين من التطبيقات الثانية إلى الرسائل مباشرة في تطبيق البلايستيشن على سبيل المثال عجبت شي في الواتساب تضغط على شير تطلع لك التطبيقات وتختار تطبيق البلايستيشن بيفتح تطبيق البلايستيشن ويطلع لك قائمة الأصدقاء بهذا الشكل تختار الشخص اللي تبي ترسله وتضغط إرسال ولو تدخل بتلاقي الرسالة أو الصورة اللي أرسلتها وصلت له بهذا الشكل وآخر شي صار يمديك تتلقف وتقارن التروفي حقك بالتروفيس حق أصحابك أو اللعبين الثانين بشكل عام بس تختار الشخص اللي بتتلقف عليه وتدخل على التروفي حقته وتختار اللعبة ويطلع لك المقارنة بهذا الشكل اكتبو لي تحت في التعليقات وش أكثر ميزة تعجبك أو استفدت منها في تطبيق البلايستيشن على الجوال